وممثلي الأمم المتحدة وتحدثت المنظمات الدولية في القطاع بأنه يغدروا منازلهم خلال 24 ساعة ويتوجهوا جنوبا حانو مصر أكرت أنه هذا الإجراء مخلفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الحياة إسرائيل لا تعتد بمثل هكذا قوانين منذ البداية وقالت مصر أنه ده هيعرض حياة أكتر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم يعرضهم للخطر ويتسابوا بدون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية هي الأصعب وظروف أمنية خطيرة وخاصية ومسألة تكدس مئات الألاف في مناطق غير مأهولة أصلا لاستيعاب هذه الأعداد مصر طلبت الحكومة الإسرائيلية بنها تمتنع عن القيام مثل تلك الخطوات التصعيدية وإنه ده هيكون ليه تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع اللي هي أصلا متأذبة بشكل كبير وأكيد حضراتكم متابعين ده وعلى دق ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن النهاردة الجمعة بشأن هذا التطور الخطير مصر طلبت مجلس الأمن بالقيام بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء التصعيدي ودعت جمهورية مصر العربية للأمم المتحدة وكل الأطراف الفاعلة دوليا للتدخل للحالولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة حقيقة زي ما حضراتكم شايفين صورة حية من قطاع غزة ودي مستشفى الشفى في قطاع غزة ولحق إنه ممكن إحنا شوفنا مبارح حملات للتبرع بالدم مصريين كتير جدا راحوا وتبرعوا بالدم علشان نقدر إحنا نوصل الدم ده للقطاع لأنه هما فيه يعني حاجة إلى ده لأنه خلاص المؤن الدوائية والغذائية وكل شيء الحقيقة ويمكن حتى كان فيه حديث عن انقطاع الإنترنت غداً مفيش كهرباء يعني أعتقد إنه فيه تعمد من إسرائيل لعزل القطاع حتى إصابات في الأطقم الإعلامية اللي بتحاول تغطي ما يحدث في غزة فالوضع الإنساني هناك حاجة فيه منتهى يعني المأساوية والكل يتابع هذه المشاهد وقلوبنا بتتعسر ويعني مش عارفين هل كل هذا العنف اللي بيحصل في القطاع متى يتوقف وزي ما مصر قالت ده تصعيد غير محسوب العواقب كلام كتير الحقيقة ونقشات هامة النهاردة هتكون معنا في التساعة حول أبعاد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية على المنطقة بأكملها الحرب دي ببساطة لو استمرت هتودي المنطقة لفين والإيه يعني ما أعتقدش إنه دي يعني فيه حد يقدر يتحدث هنا عن عواقب محسوبة مين اللي عايز سلام حقيقي ومين اللي بيروج لمجرد أكذيب وسط صمت وتقاعص للمؤسسات الدولية والقوة الدولية ومبركتها للعنف المتصاعد اللي بيحصل على الأراضي الفلسطينية هل أصلا العالم يحتمل حرب جديدة في المنطقة على المستوى الاقتصادي حتى في ظل هذه الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة ترجمة نانسي قنقر